وكأن الوضع الاقتصادي وترد الخدمات الذي يعاني منه سكان الأرخبيل لا يكفي حتى تقوم ميليشيا المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات بالتضييق على الحريات حيث أقدمت ميليشيا الانتقالي مؤخراً على اختطاف المرجعية القبلية الشيخ علي عامل القحطاني عقب اختياره رئيساً للجنة التحضيرية لمؤتمر سقطر الوطني والذي جاء للتصدي لمحاولة تفكيك النسيج الاجتماعي في الأرخبيل وبعد أيام من اختطاف الميليشيا للشيخ القحطاني أعلنت قبائل الشريط الساحلي التي ينتمي إليها عن إعطاء مهلة للسلطة المحلية قبل أن تفرج عنه بعد ضغوط قبلية وشعبية اختطاف الشيخ القحطاني خطوة لم تفاجئ الكثير بالنظر إلى ممارسات المجلس الانتقالي وسجلها الحافل بالقمع والاعتقالات منذ سيطرتها على الأرخبيل قبل أربع سنوات وفي أول ردود الأفعال دان محافظ سقطر السابق رمز محروس الإجراءة التعسفية التي تعرض لها رئيس اللجنة التحضيرية مشيراً أن الجزيرة تعيش معاناة شديدة وغلاء في الأسعار وسوء تصرف مع المرجعيات القبلية في المحافظة وأشدد على أن الانتهاكات والممارسات لا تثني الناس عن المطالبة بحقوقهم المشروعة وبدوره قال الشيخ عيسى بن يقوت إن الأرخبيل يمر بأوضاع صعبة مطالباً بتكاتف الجميع وعدم إقصاء أي طرف في الأرخبيل ودعى بن يقوت جميع مشايخ ووجهاء سقطره إلى الوحدة والتعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة أما اللجنة التحضيرية لمؤتمر سقطر الوطني فقد قالت إن تصرفات ميليشيا المجلس الانتقالي انتهاك لقانون الإنسان والحريات الشخصية يغذل انقسامة في الجزيرة مؤكدة عزمها المضي في طريق النضال من أجل انتزاع الحقوق واستعادة الحريات وتوحيد الكلمة ترجمة نانسي قنقر